اهلا بكم الى موجز لاهم واخر الاخبار ارتفعت مخالفات مواكب الناجحين في امتحان الثانوية العامة امس بنسبة 48% بعد ان ضبط 2315 مخالفة مرورية هذا العام وتضمنت المخالفات المرورية المسير بشكل مواكب تعيق السير واخراج الاجسام من المركبات والقيادة بطيش وتهور واطلاق المنبهة بدون داع واجرى ضبط بعضها مباشرة فيما تجري ملاحقة مركبات تم تدوين ارقامها او تقديم بلاغات ضدها ليتم استدعاء ملكيها حيث سيتم تحرير مخالفة بحق المركبة وحجزها في ساحات حج السواق اضافة الى اتخاذ الاجراء الاداري بحق السائقين كرم مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة عشرين نزيلا من نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل اجتازوا امتحان الثانوية العامة بنجاح واكد اللواء الركن الحواتمة ان هذا التكريم يأتي تقديرا لما بذله النزلاء من عمل وعزيمة ولما اظهروه من ارادة في التغيير لتكون فترات العقوبة لهم منطلقا نحو مستقبل جديد وانتدب مدير الامن العام مديري مراكز الاصلاح لتهنئة النزلاء الناجحين شحذهم من لم يحالفهم الحظ من النزلاء لبذل المزيد من الجهود المساهمة في بناء مستقبلهم وخدمة ذويهم ووطنهم سلم المطلوب الاول في اقليم الجنوب نفسه للبحث الجنائي في البادية الجنوبية فقال الناتق الاعلامي باسم مديرية الامن العام في بيان اليوم الثلاثاء انه في اطار البحث عن المطلوبين الخطرين ومتابعتهم فقد اثمرت متابعة احد اولئك المطلوبين والمصنف بالخطير جدا وبحقه 66 طلبا امنيا ويعد المطلوب الاول في اقليم الجنوب بقيامه بتسليم نفسه للبحث الجنائي في البادية الجنوبية واضف انه سيتم اتباع الاجراءات القانونية واحالته لمصادر طلباته بعد انهاء التحقيقات معه اكد مصدران امنيان تركيان لرويترز ان انقرة تخلت عن خططها لتأمين مطار كابول بعد انسحاب الناتو من افغانستان لكنها مستعدة لتقديم الدعم الفني والامني اذا طلبت حركة طالبان ذلك وقاد المصدران للوكالة انه على خلفية الفوضى الكاملة في المطار فان عملية تولي جنود الاتراك السيطرة توقفت تلقائيا واضفا مع ذلك يمكن لتركيا توفير الدعم الامني والفني في المطار بحاله طلبت حركة طالبان ذلك وكانت تركيا عرضت نشر قوات في مطار كابول بعد انسحاب قوات الناتو وعقدت محادثات مع الولايات المتحدة في هذا الشأن استمرت لمدة اسابيع اخيرا من الشأن الفلسطيني حيث توغلت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء عشرات الامتار في اراضي المواطنين شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة وقالت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال المعززة بالجرفات والاليات العسكرية توغلت عشرات الامتار في اراضي المواطنين شرق مخيم المغازي قامت بعمليات تجريف في المنطقة المزيد من التفاصيل والاخبار زروا موقعنا الالكتروني www.a1tv.com نهاية الموجز دمتم في حفظ الله ورعايته في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة